أعلنت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني أنها قررت رفع النظرة المستقبلية الاقتصادي مصر إلى إيجابية CAA1 عند تصنيف وأشارت موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع المنقذي وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح أيضا لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لأليات السوق